يعتمد المعرض على برنامج مجموعة الصين للإعلام المكون من مئة حلقة بعنوان تاريخ الحزب في كلاسيكيات الفنين الجميلة ويعرض الأحداث الرئيسية في التاريخ الحزب خلال القرن الماضي وتم اختيار مئة عمل كلاسيكين تعكز مختلف الفترات التاريخية منذ تأسيس الحزب والتخطي العديد من الفئات الفنية مثل الرسم الصيني الدقليدي والرسم الزيتي والضباع والنحت صحيح أن نشاهدنا الكثير من هذه الأعمال في الكتب المدرسية لكن نادرا ما نرى الأعمال الأصلية في قاعة معرض فهم تاريخ المئة عام هذه من خلال الأعمال الفنية هو مباشر أكثر ويسمح للجمهور بفهم كل حدث تاريخي كبير بشكل أكثر وضوحا ثم رؤية الروابط وراء الأحداث التاريخية لذلك أظن أن هذا المعرض ليس مجرد تربية جبالية بل تعليم تاريخي أيضا